يوم سعيد صفاتحي زجروبة مدير عام مدينة العلوم صفاتحي صباح الخير يومك سعيد ومرحبا بيك صباح الفل ياسمين بارك الله فيكم على الاستضافة وصباح الخير لكافة مستمعية القناة الوطنية المدينة بالتأكيد تستقبل في برشة شباب بصفة خاصة وحتى الكبار مدينة العلوم تستقبل سنويا ما ينهز 200 ألف زائر فيهم على الأقل 70% من الشباب وتلامضوا الطلبة أقل شيء 70% لأن البرامج موجهة لهم أكثر من غيرهم أولا البرامج موجهة لكافة فئات العمرية وكافة فئات المجتمع وكافة مستويات الدراسية لكن تعرفت لام ذا شغفين أكثر لتعزيز مكاسبهم المعرفية والعلمية وخاصة البرامج اللي قدموا فيها خاصة عن طريق الورشات اللي لا تقل عن بين 30 و40 ورشة أسبوعين على مدار السنة هذا بدون اعتبار الورشات خلال العطل الصيفية والشتوية والربيعية وغيرها هي تتماشى والبرامج التكوينية في المدارس فيها منفعة ذاك علشة الصغار عادة في إطار زيارات مؤترة يكون العدد متاحهم أكبر ببرشة نعم سيفاتحي عندك أكثر من أربع سنوات كمدير عام إذن تعرف المدينة بكل تفاصيلها أعتقد مع كافة الزملاء ونشطنا برشة خلال أربع سنوات واليوم جينا بحثاكم بش نعطوكم جزء لا يتجزأ من عديد المشاريع عديد المشاريع الجديدة بمدينة العلوم لأن المدينة تعرف المهمة متاحة الأصلية هي نشر ثقافة علمية تكنولوجية ذات معايير ومواصفات دولية لكافة فئة المجتمع الداخل كامل ترى بالجمهورية بمختلف الجهات ولذا يلزم تخضع المعرفة هذه والبيداغوجية التي قدموا فيها الحاجتين أساسيات والثالثة من المكتسبات الحاجة الأولانية يلزم توفر عن الفضاءات الملائمة الفضاءات التي تحتوي على تجهيزات ومعدات جديدة وتكنولوجيا تواكب العصر والتطور التكنولوجي المتواصل بدون توقف بدون توقف والثاني يلزم الدروس البيداغوجية تكون ذات معايير ومواصفات دولية كيف كيف بنفس الكيفية اللي يصير بها الغير والثالث يلزم الأساتذة يكونوا متطورين وموكبين ذاتهم لأن فقد الشيء اللي يعطيهم تنجب تحطي كل الشيء اللي تعرفوا هذاك يلزم تنمية الكفاءات متاعنا داخليا وتنسيق مع شركاء والمستوى الوطني أو مستوى الدولي هذاك علش كنت توفر المعايير هذه الثلاثة تكونوا متوفرين ونرتقي بما نقدمه من مادة معناها علمية ومعارفية دسمة لمختلف زوار المدينة وهذا دورنا لأننا مرفق عموي في قبل كل شيء صفات حيزيجروبة شنية بعض المواصفات الدولية يعني شنية المعايير حتى ترتقي هذه المدينة إلى مستوى دولي تصنف من المدن المهمة التي تتوفر فيها الإمكانيات والورشات والنوادي وكل شيء هي على فكرة أو مدينة العلوم معناها مطرف بها دوليا ذات معناها كل مادة تستجيب بالتمام والكمال إلى المعايير المواصفات الدولية وهذاك على الشراك الدولي بتعني قعدة الزيت شنية هذه؟ هذه في نوعية الدروس لنقدموه في اعتماد المحاميل سواء كانت الرقمية أو الورقية أو التجهيزات والمعدات في التوفر الضرورية الملائمة في الفضائية كاللاش يزمها التهية أو التجديد واصرفنا معناها موارد عديدة وعديدة جداً مالية للارتقاء بنوعية الفضاءات المتوفرة بالمدينة الفضاء الداخلي والخارجي وثالثاً كيفية برمجة المحتوى اللي يلزم يتماشى مع تطلعات الشباب وتعرفي تبسيت المعلومة يلزم يكون المتلقي تدخل المعلومة بتاعه وعندنا معايير متاع مؤشرات كما نقولوا النجاح في تأديل المهمة في المردودية عندكم بطبيعة المنشطين والمربين الأكفاء عندنا أستاذ التأثير العلمي لم يقل المستوى متاحهم معناها الشهيدة العلمية متقلش على باك بيوسكات متخيص معناها هما أساذ في البداية حتى السلك الإطار اللي تابعينهما أستاذ التأثير العلمي هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية عندنا أكثر من أربعين أستاذ تأثير علمي في مختلف الاختصاصات لتسحقهم المدينة مدينة فيها يعني تتعاون معهم لا مش تتعاون معهم هما العوان المقارين لا لا مقارين هما العوان المتاحة دائما وبدان على ذمة معناها تلامذة والطلبة والزوار بصفة عامة زيارتنا كلها مؤطرة على كامل الوحدة معناها على مدار السنة وكامل اليوم ما لعندكم ميزانية معقولة عنا ميزانية نحن نقول لك مرفق عمومي مدينة العلوم هي النافذة المجتمعية التي تفتحها منظومة التعليم العالي والتربية والتكوين ما هني تعرف مدينة العلوم تكون السنة 1992 و7 ديسمبر عندها 32 سنة عن قريب 32 سنة اكتسبت فيهم من الخبرة ومن الدراية ما يكفي باش يعرفوا يتعاملوا مع صغيرات التوانسب العقلية التونسية هل تتعاون مع مدن في دول أخرى؟ عديدة مثلا؟ عديدة احنا تواعنا ما يناهز 13 اتفاق شراكة وتعاون مع مؤسسات مشابهة أترافيرليمونت في الشرق والغرب والشمال مثلا؟ مثلا نعطيك نبدأ بوروبا اللي هي أقرب لنا مثلا مع أسبانيا أقرب لنا الجزائر والمغرب الجزائر والمغرب ما فيهم مش نفس المؤسسات كم مدينة العلوم مدينة العلوم وقت لأحدة سنة 1992 كانت أول مدينة علوم في إفريقيا وإلى حد الآن القبة الفلكية الزرقة اللي معروفة بها الناس الكل هذيك فخر نفتخره بي تونس لأنها تقدم في عروض رقمي بالروتيكس بالروتيكس يتظه بارتو القبة الفلكية الفلكية الزرقة هذيك وهي أكثر معناها إن شاء الله القبة أنت عمدين الثقافة تفتح يعني إن شاء الله إن شاء الله نتطلع ما نحبش ندخل فيه من جيالهم لكن أنا على ما أعتقده في الطريق الصحيح سفريل لازم اعتمادات تتوفر لازم دراسات تتحين ولكن أنا متأكد يوم ما سترى النور عندما ترى النور ستضيف كذلك في مجال الثقافة العديد وأهل ورجال الثقافة والثقافة هي في كل شيء حتى إحنا رأينا المنتوجة متاعنا والخدمة متاعنا هي الثقافة العلمية هي الثقافة ما تتنوع كلها جزء اللي يتجزي من الثقافة إذن مدينة العلوم هي الثقافة العلمية والابتكار والتجديد كله هذي علوم تكنولوجية أبرز الفضاءات اللي تستقطب باهتمام الشباب والزوار ها عندكم فضاء الماء شنو فضاء الماء مدينة العلوم باش نجم تأدي المهمة متاحة كمي قلني لازمها فضاءات فيها معدات تيماتيك معناها في مجالات معينة عنا فضاءات من بين الفضاءات الهامة هو فضاء الماء فضاء الماء تم إحداثه هو فضاء اللي فيه ما يناهز ممكن حكاية 500 متر مربع على إيطاج اللي مجهز بأحسن التجهيزات تم فتحه سنة 2012 حتى 2014 تم غلقه نظر لي أنه سنتي جاب منه ما يتوفرش فيه المواصفات اللي كنت حكيوا عليها والمعايير الدولية دونك ما عادش يستقطب برشة ويستهوي برشة الزوار الخطر أحنا الحاجة اللي بيه معناها لا تونيليزاسيون تود سويت كيف يجيك الزائر وما يلقاش المنتوج ما عادش يجيك كي يلقى المنتوج يرجع لك هذاك المعايير متاعنا ولذلك المعايير متاعنا له على ورقه وله بالتليفونات وله بالكلب هو أنت احسن بشكون جاك يوم شكون جاك ودو أسكت حافظ على الزوار متاعك وقاعد العدد يزاد ولا ينقص كنقولك أنا مئتين ألف زائر ودينا باربعين ألف زائد تسعة وثلاثين ألف زائر بالضبط تم فرقة كبيرة كنقولك نخرج في المعنى هالليماس ميديا وسائل الإعلام أكثر من ثمانمائة مرة في العام كنقولك النظم وما أقلش من ثلاثمائة تظاهر علمية وملتقاء علمي على السنة في مختلف الخصصات مع شركاء وطنيين وأجن ومع مؤسسات تربوية ومع المجتمع المدني ومؤسسات الخاصة دونك هذي الكل مهمة المعايير المعنىها ديركت مو سون كونستاتابل حتى بغيرك مش لازم أنا نقولك شنو شوف المدينة شكو فيها جيتو تلقى ديبيوش برشة زادة السياحة العلمية اللي قاعدين يخدموا عليها برشة كي بقية الدول العالم متقدمة السياحة لا تكتفي فقط على الأثار والتاريخ والبحر والوشطوط وشوية الصحرة وشوية اللي زوازيس لا رواعنا مادة علمية نجم قدمها ونعطيك سي صالح حاجة اللي هي مهيش جديدة هو يعطيك الصحة يعني ذكرت فيها صالح جغان سي صالح جغان حبيب أي انتي آس يا حبيب أنا قلتك سي صالح سي صالح خرجت معه هنا تلميذ أنا طالب وخرجت معه مرحوم سي نجيب خطاب أما كنا نتابعك برشة وحنا صغار على الراديو خاصة أنه كانت لديك برامج قيمة جدا ومهمة جدا وكانت زادة تباوب من البرامج امتع نشر الثقافة العلمية وسيوى الثقافة المجتمعية والإنسانية كانت ثرية جدا ربي فضلك ولذلك كما قلت الفضاء هذاء فيه معدات تجهيزاتها كبيرة برشة فيه 21 وحدة الحاجة الباية كونها كلها تفاعلية كي جي صغير على إكران دغذينا تأخ دونك التفاعلية معناها ينزل هو أشي يحب صبع دونك يتفاعل معاه يسأل اللي يحب أي بغلا سويت يبسط المعلومة لأكبر درجة ممكن ينجم يواصل إذا كان مفهمش يواصل في التساؤلات حتى للجيه الجواب اللي حاشتوا به ولا الفنوماني ينجم يشوفه قدام كنقولوا الماء الماء تعرف احنا توه موضوع الساعة في العالم كامل معناها بعد البترول يجي الماء الماء ثروات قايم عليها معناها حروب استراتيجية حتى في الشرق باش من دخلوش من سيسوهاش لكن تعرف كونه الماء زادة كيسوا في إفريقيا بين الدول العربية ولا بين العرب وغيرهم دونك الماء مهم مباشر طمعا اللي لز إسرائيل باش تغتصب فلسطين من أسباب والماء العالم متاح معملين فيه اللزوز الكبار متاح الشرق إذن دونك احنا شحبنا على المصغير حبنا على المصغير كيفية معناها حصن التصرف في الماء على المستوى الفردي الجماعي المؤسسيتي والدولي الخطر كيف كيف احنا مربوطين بجزائر مربوطين بغيرنا وكل شي هذا حاجة الثانية كيفية حصن استغلاله في الدار بديجست سامبل ينجم يقتصد المام يخليش مثلا سبالها تاخد منزم كذا كيفية معالجة المياه المستعملة سواء كانت في المنزل وإلا في مؤسسة صناعية كيفية إعادة استغلالها في الاقتصاد الدائري لأشياء أخرى من الرأي اللي ممكن مؤسسات صناعية وغيره وغيره دونك ما يطيش الماء وكيفية تعبئة الموارد المائية خلال الأمطار تونتي كنتشوف اللي باراج في تونس سدود دون قاعدة تصبر شمتر لكن ما هيش قاعدة تسد في كل شي الماء دونك يلزم ثم استراتيجية يلزمها تكون متوفرة باش نجموا نعملوا معناها تعبئة هذه الموارد كذلك كانت عنا وذي أنت تعرف أكثر مني عنا معناها عادة التوانسة كسوة في المناطق الداخلية ولا حتى في شاملية عنا الأبيار وعنا الماجن وعن البحيرات الجبالية وعن البحيرات في معناها نحافظوا على الماء ويقتجي حتى الزيتونة نتحلق عليها باش الماء يبقى غادي لشتوالي تعطي ماتول إن شاء الله سي فتحي لابد أن نقول هذه اللي أنه لاحظت في برشة إدارات تدخل لبيت الراحة تلقى ما يمشي مع كامل الأسف توا حتى البوسوار باش تعمل الروبينا ماش تعمل الروبينا العادية اللي أنت تحلو وتخليها تخدم لطول لانت تعمل لا لا تهدي بوسوار تعدي بالنفراروج ولا بالبوسوار ما عادش حتى البوسوار لفراروج تعمل يدك صب الماء تجبت كذا ودي بيك كيف سم ونفس الشي بنسبة الكهرباء نفس الشي نفس الشي عندك الطاقة والماء وضم قطاعين الحاويين لأخر فما إحداث لفرع افتتاح فرع القسرين أحنا في الحقيقة عنا مشاريع عديدة الفيزيا والكيميا لا بش نقوله لك احنا عنا عديد المشاريع ممكن من نجمش نعددهم لكل خطر الوقت ممكن ما يسمحش أما بش نتبع أسئلتك لاننا فرع في القسرين في إطار تفتح المدينة على مختلف الجهات وفي تمشي متاع لا مركزية العلوم بتركيز نواة لعلوم القرب ولكن دمقرطة العلوم لكل اللي هو فيها حق زادة احنا في الإطار هذي عنا نزوز برامج عنا البرنامج لوله القطر العلمي اللي تجوب كافة مناطق الجمهورية سواء بطلب من الجهات أو الجمعيات أو الشركاء الجهوين أو ببرمجة مسبقة من مدينة العلوم الحاجة الثانية هي تركيز فروع عنا فرع في تطوين ركزه من سنة الفين واربعتاش طيب عنده عشر سنوات دونق بشقع الدعمه وتعزيزه بمشاءات جديدة وقعته التوسع متاعه بش يكون فيه قبة فلكية بش يكون فيه فضاء للطفل من اثنين قار كيف كيف ومخبر فيزيو كيميا طيب نجيول القسرين القسرين هذي نموذج جلس بيدرس علش لأنه لأول مرة في تونس الجهات المجلس الجهوي اللي التاني ما ونحب نوجه له شكر بمختلف معناها مكونات اللي قاعدة تتغير لكن استراتيجيما ذات متواصلة كون يعتبر كون المعرفة ونشر الثقافة والعلوم تضاهي اللي هي مستنسة المشاريع الشعبية اللي هي متاع الرزوء الالكتريك متاع الماء متاع الطرقات متاع الضو متاع الحدائق متاع النظافة توا المجلس الجهوي وقف معنا بدعم مادي مهم جدا للإصراع في تنفيذ هذا المشروع كيف حاجة أخرى اللي هي أول مرة تصير هي في إطار تفتح المؤسس على المحيط الاجتماعي الاقتصادي متاحها المسئولية المجتمعية للمؤسسات لغاسور كيف زوز مؤسسات كبار من أكبر ما هو موجود سغغاز و سغبت سغغاز أعطتنا مليار بعد ما قدمنا له الملف واقتنعوا به وهذا شيء مهم ومهم للغاية بالطبع بدعم زادة من موقف الجهة في إطار مساهمتها في تنمية الجهة واحنا توا 3000 متر متاع فرع القاسرين باش يكون مشابه لمدينة العلوم لكن في شكل أسر شوية لكن فيه كل التجهيزات وكل الاختصاصات الموجودة في المدين بداية بقبة فلكية كما تطوين باش تركز عن قريب مخبر بيو تكنولوجيا مخبر فيزيا كيميا البيئة والتنمية المستدامة الوحدات هذه المعارضة المقارة في الرياضيات وفي الفيزيا وفي البيولوجيا باش تكون فيه قاعة متاع مؤتمرات وملتقيات باش تكون فيه قاعة متاع ديمونسترسيون يعملوا فيها لذاتيولي عرفت الورشات التطبيقية باش الدعم المكتسبات النظرية اللي اكتسبها التلميذ والطالب داخل المؤسسة التربوي برنامج برنامج طبوح وثري وتصحق الجهة وتصحق باش يكون علاش هذا يتمشي متاع نشر علوم القرب للمدينة باش تكون في كل الجهات معناها رويدا رويدا الخطر تعملها اعتمادات كبيرة باش تركز دينوات اللي هما اسمهم فروع مدينة العلوم بتونس بالجهة هذه بالتأكيد سيفات حيزا جروبة مدير عام مدينة العلوم عندكم برنامج حذرتوه اللي دي سنة الفين وخمسة وعشرين احنا الخدمة متواصلة ساعة اول ما عملنا سنة الفين وعشرين قمنا بدراسة مشروع مؤسسة تعرفش معنا مشروع مؤسسة تاوى مع الاسف مش في المؤسسة كل موجود اما مشروع مؤسسة مهم ومهم للغاية باختصار ايه باختصار اللي هو يعمل تقييم لواقع المؤسسة مهما كانت المؤسس سواء مدينة العلوم ومدينة التربوية على مشاريع بعد ما عملنا مشاريع عملنا الدراسات بعد ما عملنا الدراسات عملنا برمجة ونوفروا الاعتمادات وبعد ننطلقوا فيها ان شاء الله في فرصة قادمة نحكيه على برنامجكم لسنة القادمة مرحبا شن يحوال اونشتاين اونشتاين دائما وابدنا في نفس المكان يابد يزيق اعجبني بسيسيا سيمبوليك اي بطبيعة لانه قاعد في الساحة يستقبل يستقبل في المدخل عندي تصور معها كيف جيت اخر مرة تصورت مع اونشتاين من انجز هذيك اونشتاين هذك هذك في ايطار شاركة مع المركز العلمي لغرناتا هو نفسه بالضبط موجود غادي يجبنا منه نسخة لهنها مازال نحافظ عليها كما هي اذن مستمعي العزاء زوروا اونشتاين في مدينة العلوم مليا باك انشتاين فمضرشة معارض اخرى كي سواء يعطوا نسيون دي تان وعنا عديد المعارض في الفضاءات المكشوفة ونلقاو فرحة حشاد ونلقاو علي الدعاجي ونلقاو ناس اخرين علش لا على كل بكل سرور يهمنا برشا شكرا لك سيفتحي زجروبة مدير عام مدينة العلوم برك الله فيك وشكرا ان شاء الله الى اللقاء القادم اللقاء القادم وتحية للمكتب الاعلامي متاعك الناشط قاعد يخدم بالجداء وبرك الله فيه سيحسان وجهله تحية ومن خلاله ورسي حسان فما ناس اخرين فريق كامل نحن اخذ مفاريق متكامل ومختلف الاختصاصات وقاعد يأدي في مهمة وتعرى مدينة العلوم اول شريك لها هم وسائل الاعلام علش خاطر البوبيلاسيون سيبل المتاعنا هي المجتمع والمجتمع ما نجم ونبلغوه الصوت متاعنا وناخذ الردود الفعل متاعه وكاننا عن طريق الاعلام باهي كيف تخدموا مع الاذعات والقنوات اللي ما تخدمش على البوس احنا احنا خاتيتنا الحكاية هذه تعال بوس احنا معناش بوس تعرف احنا اليوم معنا قبل كنت يتعدين على الشباب ومشي الله تسي احنا معنها مع الاعلام المريك لا الاعلام الخاص والعام شكرا لنا سيفتحي وعنش شكرا بركة لو فينا اشتركوا في القناة